طبعاً الجو برد جداً وناس كتير جداً دلوقتي عندها دور البرد تأشتها والحقيقة إنه فيه ناس أول ما بيجي لها نزل البرد أو تحس بشوية توجع في بطنها على طول تروح تجري على الصيدلية تشتري أدوية مسكنات وضدات حيوية إحنا بقى يعني بنخترعها بنكتبها نفسنا من نمغنا لا روحنا الدكتور ولا استشرنا طبيب ولا حتى يمكن فكرنا إن إحنا يعني نستشير طبيب حتى عشان بس نتطمن على صحتنا وطول الوقت وزارة الصحة بتحذر وطول الوقت إحنا بنحذر إنه المضادات الحيوية ما ينفعش ناخدها من تلقاء نفسنا لازم نستشير طبيب طول الوقت برضو إحنا بنستسهل بنروح للصيدالي لو سمحت عايزين مضادات حيوية عشان أنا عندي برد ناخد مضادات الحيوية وهنا السؤال بقى يا تارى إيه الأضرار الصحية اللي ممكن تحصل لنا في الحالة دي إيه الكوارث وصحيح يا بتصل لحد الكوارث اللي ممكن تحصل في المستقبل إيه المضاعفات اللي ممكن تحصل للجسم؟ أنا كتير جداً نجاوب عليها بالتفصيل مع ضفنا من نوعنا في السوديو دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوباء سبع الخير دكتور سبع الخير دكتورة جمانة وكل مشاهدين ياك الكرام دايما من نوعنا في سبع الخير يا مصر مرسيدة نورك ويعني إحنا عندنا ثقافة مش لصيفة نحن ننزل الصيدلية لا سمحت انا عايز مضاد حيوي عشان أنا وإحنا من يعني بنختار يعني ممكن أصلاً يكون اللي أنا حاسس بي أو الأعراض اللي عندي لا تتطلب مضاد حيوي أصلاً ومع ذلك بناخد مضاد حيوي الثقافة دي ممكن تؤدي إيه الأضرار اللي تؤدي ليها في المستقبل تعم يعني السؤال كويس نبدأ به كده إن المضاد الحيوي ده بيعالج مبدئياً كده بكتيريا إحنا في الشتاء وأنا عارف إن اليومين دول معظم الناس حاسين بأعراض معظم الأعراض دي فيروسات حتى إحنا بنسميها فيروسات الشتاء صحيح فسواء كانت أنفلونزا مخلوي الار اس في أو كوفيد التلاتة دول فيروس المضاد الحيوي ما بيعالكش فيروس قليلا نحطها يعني إيه قاعدة في الأول كده أول جملة مهمة جدا مضاد الحيوي بيش بيعالج فيروس ملوش علاقة على الإطلاق فبالتالي فكرة إن حد حاسس إن هو إيه زوره محتقن شوية عنده شوية ترتفاع الحرارة لأ أصلا أنا صوتي رايح شوية تعبان لأ أنا هنزل لجيب مضاد حيوي وغالباً بينزل يجيب يا حقنا الكابسولة واحدة وده في كمة الخطورة خلينا نتكلم إيه اللي بيحصل مبدأين غير إنه أخذ دواء ملوش أي علاقة بالفيروس اللي عنده المضاد الحيوي هو قريدي حاجة بتتاخد لو في بكتيريا في الجسم ولازم الكورس نفسه يخلص للمضاد الحيوي لو في بكتيريا عشان ما يحصلش مقاومة للمضادات الحيوي إحنا قبل كوفيد في 2019 كان تقريباً في مليون حالة بتموت بسبب مقاومة المضاد الحيوي يعني إيه؟ يعني شخص بيأخذ مضاد حيوي والمضاد الحيوي ما بيشتغلش بسبب إنه جسمه والبكتيريا اللي عنده بيسموها سوبر بج يعني بج قوية ما بيأسرش فيها ولا مضاد حيوي من أصغر مضاد حيوي لآخر قص جسمه بيقاوم المضاد الحيوي البكتيريا نفسها مقاومة للمضاد الحيوي فبالتالي بيموت معدل الوفيات كان مليون متوقع أن بعد كوفيد وكمية سوء استخدام مضاد الحيوي اللي حصل في سنتيمة بعد كوفيد إن الرقم ده غالباً ممكن يخش في مليون ونص طبعاً معظم الدول بتاعت تحط تحط تحضيرات كبيرة على فكرة إن حد يصرف مضاد حيوي مش بس روشتة وابتدوا كمان يقولوا روشتة مختومة يعني بحيث أن دكتور نفسه محتاج يختمها من المستشفى عشان يبدو يعملوا تريسنج للحالات اللي أخدت مضاد الحيوي كل مرة الشخص بياخد مضاد الحيوي هو بيقلل فرصة إن المرة الجاية لما ياخد مضاد الحيوي يشتغل للأسف مش ليه هو بس للناس كلها لأن هي البكتيريا نفسها اللي هتتغير وتبقى سوبر بوج ممكن تروح لشخص تاني ما كانش بيعمل أبيوز لمضادات الحيوي وبرضو مايأثرش معها مضادات الحيوي فبالتالي إحنا مهم جداً إن الشخص لو أخد مضادات الحيوي يتأكد إنه محتاجه ولازم عنده عدوى بكتيرية مصاحبة للعدوى الفيروسية ودي لها شروط الشخص بعد فترة من العدوى الفيروسية ممكن يبتدي ينزل يحصل بكتيريا في الصدر فمحتاج إنه ياخد مضاد حيوي ده مين اللي هيعرف كده مش الشخص أكيد الدكتور أكيد الدكتور ومحتاج إنه يروح يكشف الأول ويتكتب له مضاد حيوي ولو تكتب له مضاد حيوي ماياخدش ومن ثلاثة يقول أنا تحسنت فهيخلص خلاص مش هكمل الكورس يبقى تاني شرط لو حد ابتدى مضاد حيوي لازم يخلص الكورس لغاية الآخر لو ما خلصتش الكورس بردو يا دكتور نفس المشكلة اللي تحصل نفس المشكلة بالزبط هيبقى فيه سوبر بج نفس مشكلة السوبر بج فبالتالي بأول حاجة أنا ما بخدش مضاد حيوي لو أنا عندي فيروس تاني حاجة أنا باخد الكورس لمضاد حيوي بالكامل لغاية الآخر فكرة بقى الكولكشن اللي الناس بتاخده من السجدليات اللي هي كيس جوا فيه آآ ليها اسمه برضو يعني هم سمينها آآ ليها اسمه كتير مجموعة البرد بالضبط يعني حد بينزل ياخد مجموعة برد فسواء كانت هي أورال يعني كابسولات وقراس أو حقنة فتلاقي فيها كورتزون ما شاء الله وفيها ضيحونة هتلر آآ بالضبط اسمها كده طريبا كورتزون ومضاد حيوي ومسكن في نفس الوقت التلاتة يدخلتوا ببعض وياخدها هي مرة واحدة قولك دي بقى ايه بتودي البرد دي كارسة يعني غير طبعا كل مشاكل الكورتزون اللي مجرد داعي اللي احنا كلنا عارفينها مشكلة النوع بياخد مضاد حيوي قوي جدا حقن وإحنا طبعا دايما نقول البكتيريا اللي تموت بأمبسلن يعني أصغر مضاد حيوي ليه أديها آخر جنريشن في مضاد حيوي ليه أديها أقوى حاجة يعني بعد كده هجيلي بكتيريا صغيرة قوي فبالتالي باخد كورس واحدة ومايكملش بياخد أقوى مضاد حيوي احنا عندنا أبيوز للأسف في مضاد حيوي بتتصرف الشخص ممكن يروح يشتريها من أي صدلية ويصرفها بتهيقلي احنا وينيد أكتر لذلك مصر من بالضبط ستة شهور اطلاقت الحملة القومية لترشيد استخدام مضادات الحيوي ببالتالي كان دكتورة غادة علي يونس كانت موجودة في البرنامج هنا من كم شهر وأعلنت اطلاقها وهي الهدف منها هي الفكرة دي ان مايبقاش فيه صرف للمضادات الحيوية الا من المستشفيات والصدليات بروشيتة الروشيتة دي مختومة فبالتالي نقلل فكرة او المقاومة للمضادات الحيوية طيب ده بالنسبة للمضادات الحيوية المسكنات بقى احنا ناس كتير جدا احنا مسكنات بالنسبة لنا يعني بومبوني طول ما شوية صدع مسكنات واجعة في البطن حقا مسكنات واجعة شوية بس في الظهر او حاجة مسكنات طول الوقت الاضرار بتاعت المسكنات طيب احنا يعني كنا نقول جسمك على ما تعوده يعني انا عودت ان انا بيجيلي صدع باخد كل المسكنات الموجودة في البيت هتعود انا كل مرة هجيلي صدع هياخد كل المسكنات في البيت فبيحصل حاجة بيسموها الاعتياد فأنا خلص في الاول كنت بياخد الدواء المسكنات ده تركيز معين بيتمحتاج تركيز الدعف شوية بيتمحتاج تركيز اعلى وفيه اوقات بيحصل يعني اعتمادية يعني خلص بقى عنده ان هو لازم ياخد مسكنا بصفة دورية وابتدى يبقى فيه ادمان لمسكنات كنت لسه اسألك بس دي حاجة يعني حاجة سايكولوجيكل حاجة نفسية ولا بالفعل فيه يعني حاجة بايولوجية بفكرة حلو السؤال برافو يعني اول حاجة بيبقى عنده اعتمادية متخيل ان هو مش هيقدر يكمل يومه الا ما ياخد المسكنات المتعاود عليه ومتخيل ان هو لو ما اخدوش الوجع هيبقى شديد جدا فهو مش هيقدر يكمل يومه ممكن ده ما يحصلش الحاجة التانية ان هو اتعاود ان هو محتاج ياخد المسكنات عشان الجسم نفسه يهدى فيه ناس ما بتاخدش على الإطلاق مسكنات الا عند الضرورة قصه يعني تلاقي نسبة التولرانس بتاعتهم احسن يعني نسبة الاعتمادية بتاعتهم اقل على المسكنات فبالتالي يقدر يستحمل صدوع يقدر يستحمل قلم تلاقي الناس دي اللي هو مثلا ممكن هو رايحا دكتور السنان مش محتاج ياخد 3-4 هو او الحد بتاعه احسن في تحمل القلم ده احسن كمان عشان المناعة الطبيعية انا محتاج عود الجسم ايه اكتر مسكن كويس قدر اعود بي الجسم الميا يعني شوه الميا الشخص لو بيشرب ميا كتير على مدار اليوم مثلا ده مسكن فعال طبعا انا مش بتكلم على شخص عنده مثلا روماتيزم ويحتاج ياخد اتباية مسكنة والدكتور كاتب انا بتكلم على سوء استخدام برضو المسكنات عن طريق الشخص بينزل الصدلية كل يومين ثلاثة بيشتري شرائط مختلفة من مسكنات وياخدها من غير مراجعة مع طبيب لكن لو هو فيه احتياج والدكتور كاتب له ده حاجة تانية ده مش اللي احنا نتكلم عليه عشان برضو الناس تفرق اه طبعا اكيد فبالتالي ايه تاني ممكن يبقى مفيد الاكل الاكل برضو احنا دائما نقول فيه وصفة معينة كده انتي انفلامتري يعني مضاد للالتهابات والمسكنات ايه هي يأكل اكل صحي بعيدة عن المسبك طبعا احنا في الشتاء الموضوع ده صعب شوية اه انا الشتاء صديف والله دكتور اشاراق ايه فعالة جدا ويأكل الوان كتير على مدار الاسبوع يعني الوان مختلفة من الاكل فبالتالي بينوع في اكله بيشرب مياه كتير بيبعد عن التدخين بيحاول يمشي يلعب رياضة الوصفة دي ممكن تكون طبعا سهلة في الكلام صعبة في التنفيذ ولكن دي احسن من ان انا اقذي الجسم ومسكنات كتير وخصوصا ان المسكنات هي السبب رقم واحد في كرحة المعدة فكرحة المعدة طبعا ممكن توصل لجهات سقب في المعدة بسبب ان الشخص بيسيء استخدام المسكنات الانالجسيك ابيوس طبعا النقيد بقى في شخص يقول لا والله انا باخدش ادوية بقى خالص انا بيجيلي برد بخف الوحدي صداع اي نوع من الانواع الوجع حاسس بي لا انا بخف الوحدي انا ما باخدش ادوية ده صح ولا غلط لو هو بيخف فعلا كويس يعني هو لو هو الشخص ما بيخدش ادوية على الاطلاق وبيجي له الفيروسات عموما لها مدى معين لو بيروس مثلا لو برد البرد ليه مدى معين من الايام وهيخف احنا بناخد الادوية اللي موجودة مثلا في النزلات البرد اللي هو بس النزلات البرد مش الانفلوانز الكمان كولد بناخد ادوية لتسكين الاعراض مش لعلاج الفيروس وبالتالي هو لو مستحمل الاعراض وغالبا الناس دي بتبقى من الناس اللي بيسموها والهيدريت يعني بيشرب مايك أو سوال كتير جدا هو مش محتاج ادوية خلص مفيش مشكلة لو هو مش قادر يستحمل وبيضغط عن عفسه عشان خايف لا يكون الدواء هيعمل له ضرر لا دا حاجة تانية لا محتاج تاخد دواء مش هيعمل لك ضرر طبعا بتاخده باعتدال دا ايما كل حاجة باعتدال مفيش فيها مشكلة يعني المشكلة كلها هي اما ابيوز بيستخدم كتير قوي او انه لا يستخدم الاطلاق وهو محتاج دواء زي بالظبط كده ان الشخص يقول انا مش هتعالج من السكر او الضغط بأدوية برضو نفس المشكلة يعني الاعشاب بس يعني ملخوضة صغيرة الناس الدواء معظم جامل الاعشاب يعني طالب سكوليت سيدالة دا نص دراسته اعشاب احنا بنعمل مستخلص من العشب عشان نعمل بيه دواء بس الفكرة كلها في التركيزات انا بروح غالبا لعطار بروح لمكان بشتري الأدوية ولا في عليها تركيز ولا في عليها صلاحية ولا هاخدها من مقدار قدية في منها أدوية في منها أعشاب كتير جدا مضرة لو استخدمت منها كميات كبيرة صحيح في ناس متخلين هي عشان أعشاب طبيعية فهي مش هتضر بأي شكل من الأشكال إلا هي حصياتي أعشاب ودايما يقولوا لو ما نفعتش مش هتضر بالزبط هي أجلية أوقات ما تنفعش وتضر وده شفنا كتير بلاس ان تقريبا في دراسة كتاعملت في أمريكا ان كان 50% من الأعشاب اللي بتتباع لوحدها دي ورعا أدوية مطخونة يعني هو بيجب الدواء المسكن يطحنوا في العشب يعني يقولك ده عشب المسكن فياخدوا في لقي القلم تسكن آه لقي نتيجة يقولك ده العشب ده كويس فبالتالي الغش في الأعشاب برضو موجود بكسرة طب هل ده معنى الأعشاب غلط على الإطلاق لا برضو نفس الكلام عايز أعشاب الأعشاب زيها زي الدواء محتاج أن اللي يكتب عشب ممكن يبقى دواء يعني جواه فيه أعشاب ممكن يبقى برو بايوتكس ودي موجودة في الصادليات ممكن يبقى الأعشاب الموجودة في الصادليات أو أنا رايح لمكان بيبيع أعشاب ولكن هو مكان مرخص يعني الأدواء اللي جواه مرخصة من الدولة فبالتالي موجود فيها أنا باخد إيه بالزبط وده مهم قوي منفعش يا جماعة أي حد ياخد باكت هو معرفش اللي جواه أو بياخد مصحوق معين معرفش اللي جواه مكتوب عليه كل الكنتنت عليه تاريخ صلاحية طريقة الاستخدام ولو هو مريض ضغط أو سكر أو أي مرض مزمن لو سمحته محدش ياخد أعشاب إلا ما يرجعها مع الدكتور لأن فيه أعشاب كتير بتعلي السكر بتعلي الضغط هو ممكن ما بقاش عارف أو تتعارض مع الدواء اللي هو بياخده تبقى أخيرا الأدوية المستوردة الدواء ده مستورد وإحنا ممكن فيه أدوية بتبقى معروفة يعني بالنسبة لنا هي معروفة وإن هون مستوردة عارفينها فيه أدوية ما نعرفش عنها حاجة بس والله يفعن بالدواء ده مستورد إنتي أعرف أن الدواء ده المستورد ده يكون دواء سليم أو أبتدي أقلق منه أو مخشوش إيه المفوضة عارفة بتعلينا نقول فيه دواء مستورد مرخص عليه ترخيش وزار الصحة ده فيش منه مشكلة ده بتبقى رسمي في صدليات فيه أدوية مستوردة غير مرخصة دايما أنا سؤالي اللي بسأل نفسي هو الدواء ده دخل إزاي دي أكبر مشكلة عندي الدواء ده غالبا دخل متحرب اتهرب إزاي بقى الأدوية دايما لها درية حرارة لو عالية عن درية حرارة الحفظ للدواء الدواء نفسه فقد جزء ياما من صلاحياته ياما فقد المادة الفعالة ياما ممكن في بعض الأحوال بقى مدر فهو غالبا بيتخزن في عربية دخلة على الحدود بيتخزن في عربية مثلا في شنطة وتحطت في الشمس ساعات كتيرة طريقة التخزين بتكون مش سليمة فغالبا الشمس والدرية الحرارة بوزت الدواء فلو أنا بشتهد دواء مستورة غالبا ممكن يبقى خمس ستة أضعاف سعر الدواء اللي في مصر ممكن كمان يكون باخد دواء يتخزن غلط وبعيز الحاجة الثانية هل أنا متأكد إن الدواء ده أصلي ولا لأ ودي صعبة جدا المواطن يعرفه يعني غالبا الصادلة وصادلة متخصصين هم بيبقوا عارفين ولكن العلبة دي فيها حتة في الحبر غلط غالبا العلبة دي متقلدة فأنا برضو حاطط نفسي في ريسك إن أنا ممكن أشتري دواء بألافات وأوقات الأدوية دي بقى غالية وفي نفس الوقت الدواء دي بقى متقلد وسوق المتقلد والأدوية البيزة مؤخرا على مستوى العالم زاد بطريقة غير طبعية إحنا بنتكلم في مليارات الدولارات الدواء المصري أنا عارف هو طالع ودوية الدواء إحنا أحسن دواء موجودة في أفريقيا الشرق الأوسط كمصانع إحنا منصدل لأفريقيا إحنا أقدم دولة بتصنع أدوية فهنا ما عندناش فعليا مشكلة في الدواء إحنا تجيين بس شوية ترصد دي حقيقة متن يعني إحنا فعلا عندنا بس عقدة زي ما قلت عليها عقدة الخواجة يس بالزرط الدواء ده مستورت فأكيد الدواء ده كويس طيب قبل ما نختم برضو أحب أعرف بحضراتك البقتي وضع كورونا بالنسبة لنا الأدوار البرد الموجودة دي لسه برضو فيه يس يقول لا إذا البرد ده ده برد لا إذا كورونا حتى ممكن حد يقول مش هروح أعمل بي سي آر أو مش هعمل حتى أي تاست أتأكد طبعا على مستوى العالم إحنا في نص موجة بس عدنا الزروة يعني إحنا تقرير شهر ينايه ارتلع والتقرير شهر ينايه كان فيها 20 مليون إصابة جديدة في الرقم عالي ولكن الحمد لله وفياتها قليلة تقريبا 14 ألف وفاة في شهر كامل فده رقم قليل إحنا في مصر يعني ابتدين نسمع ناس حوالينا ابتدى يجالهم كوفيد ولكن زي ما إحنا شايفين إصابات منتشرة ولكن الأعراض بتاعتها خفيفة دخول مستشفى نادر وفيات نادرة فالحمد لله ولكن الفئات اللي فيها وفيات هي دي الفئات مثلا اللي محتاجة أنها تاخد الجرع المنشطة الفئات دول هما برضو دايما بنقولهم كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة والمناعية وكوادر الطبية الوفيات اللي موجودة على مساء العالم موجودة في الفئات دي خصوصا اللي فات عليهم أكتر من ستة شهور من آخر جرع فدول اللي لازم ياخد جرع منشطة بقية الناس أنا شايف ابتدى لو مناعتهم كويسة بياخدوا أدوية كويسة إن شاء الله الموضوع يعدي وهي الموجة دي إن شاء الله تتكسر في مارس بإذن الله إن شاء الله هدك تنصح أنه كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة لو عد على معاد التطعيم ستة شهور آخر جرع ستة شهور يتلقى الجرع الأخرى صحيح كده الجرع المعززة جرع معززة طبعا أنا بشكر حضاء الجزيرة الشكر دكتور إسلام علان دايما نضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر مرسي جميعا دكتور إسلام علان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة شكرا كيف عندنا في صباح الخير صباح